أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريها يوسف لولا أن تفننون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أكن لكم إني عالم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاتئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأوير رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم والحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أمباء الغيب نوهيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو خرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم ضاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يصيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعكلوا هتى إذا استيأص الرسل وظنوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في خصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفطر ولكن تصديق الذي بين يديه بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لكوم يؤمنون صدق الله العزيم